ببشارات الخير نختتم أخبار الدار اذ هطلت الأمطار التي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة عصر اليوم على مختلف مناطق الدولة وتسببت في انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها في هذا الوقت من العام وتفصيلا هطلت الأمطار على مناطق وادي الحلو وعينغمور بجانب الحويلات وحتى والامناع وتسببت بجريان الشعاب وامتلاء الأودية بالمياه هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائما أحيانا ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة مع انخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية اشتركوا في القناة